فإذا السؤال طيب ما هو أو ما هي الكنيسة يعني إذا ممكن نحكي على الكنيسة كمعناها جماعة كهلا في اللغة العبرية أو كاهل جماعة اجتماع والكنيسة كمان أجت من كلمة إك كليزية من الفعل كالو ينادي أو يدعو وإك اللي هي بتشوف دائما على الأبواب إكزيت هي مأخوذة من هاي الكلمة فهي جماعة المدعوين اللي خرجوا يعني من العالم ودخلوا إلى جماعة صاروا جماعة وهاي الجماعة جماعة مميزة بقول عنها الكتاب أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب لم تكونوا شعبا أما الآن شعب الله لم تكونوا مرحمين أما الآن فمرحمون هاي هي الجماعة اتميزت اتقدست يعني صارت مفرزة مخصصة جماعة الله اللي هي صارت ملك للرب وهاي الجماعة بتجتمع حتى تمجد الرب يسوع حتى تبني أحد الآخر وحتى تشهد للعالم عن الأخبار الصارة إنه المسيح حي المسيح بحبك لا يريد أن يهلك أي إنسان عاوز كل العالم يكونوا معاه في الحياة الأبدية هاي هي بكل بساطة رسالة الكنيسة المسيح غلب العالم المسيح مكتوب عنه هو سلامنا المسيح هو مرساة النجاة هو اللي بيعطينا المعونة والإرشاد ولسيما في هذه الأيام فإذا الكنيسة هي أنا وإنت الكنيسة هي جسد المسيح مكتوب اعتمدنا لجسد واحد ومش مكتوب كمان سقينا بالروح الواحد يعني إحنا صرنا عيلة الرب بيت الرب يعني الأخت وردي اللي تصلت من الجزائر هي أختي صرنا إحنا عيلة وحدة وهكذا أخوي أو أختي من السعودية من إيران من الصين من كوريا من أمريكا من أوروبا هاي الجماعة هاي كنيسة أو جسد المسيح الكنيسة هاي الجسد الغير منظور اللي في قانون الإيمان المسيحي نؤمن بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية هاي الكل انت وأنا من كل الكنيس من كل الطوايف الله عنده جماعة مخصصة بحبهم اللي آمنوا فيه واغتسلوا بدم المسيح وصاروا مؤمنين بجسد المسيح فالكنيسة هي جسد المسيح يعني بكلمات بسيطة أنت عين الرب إيد الرب فم الرب كلام الرب أنت بتعكس صفاته طبيعته محبته أخلاقياته بتتشبه نسلك كما سلك ذات أنت يعني بتكون فعلا مسيح صغير على الأرض نفس الروح القدس ساكن في كل المؤمنين في كل المؤمنين اللي آمنوا بالرب يسوع المسيح